اشتركوا في القناة من منعطف وطني مهم في تاريخ البلاد باتحاد ارادة القيادة والشعب تجاه المشروع الوطني الاصلاحي الى ذلك ثمن المجلس في جلسته الاعتيادية التي انعقدت برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن خالد الخليفة رئيس المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية وبحضور معالي الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد الخليفة نائب الرئيس ثمن الامر الملكي ببناء جامع الملك حمد في مدينة المحرقة كما رحب المجلس بتسمية الدورة الثامنة عشر من المسابقة الدولية للقرآن الكريم التي ينظمها مجلس شورى المفتين لروسيا والادارة الدينية المركزية لمسلمي روسيا الاتحادية والتي ستقام في العاصمة الروسية موسكو شهر سبتمبر القادم باسم جلالة الملك المفدى تقديرا للدور الكبير الذي يطلع به جلالته وايده الله لخدمة الاسلام والمسلمين والعناية بكتاب الله تعالى إلى ذلك أعرب المجلس عن حزنه العميق بفقد صاحب الفضيلة الشيخ القاضي إبراهيم بن عبداللطيف السعد عضو المجلس مستذكرا مناقب الفقيد وما خلفه من سيرة حافلة وناصعة بالخير والعطاء والعمل الحسن بعد ذلك بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها إبداء الرأي الشرعي في عدد من مشاريع القوانين المحالة من مجلس النواب بالإضافة إلى تقرير لجنة دعم طلبة العلوم الشرعية إلى جانب بحث بناء بعض الجوامع سواء عن طريق بعض المحسنين أو ضمن خطة المجلس في إعمار الجوامع